ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عماد باجلان سيد عماد مرحبا بك نبدأ من اجتباع اليوم ما الذي أبرز ما دار فيه يبدو أنه مبهم بعض الشيء لو تضعنا بتفاصيل أكثر نعم بداية تحية لكم ولمشاهدين قناتكم الأكارم لحد الآن لم يعلن شيء رسمي ولكن يبدو أنه لم يتم الوصول إلى حل وإلى حل يرضي كل الأطراف الاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية مسألة طبيعية لأنه هناك نقطة خلاف جوهرية عفوا نقطة اختلاف وليس خلاف لأن ما يدور بين الأحزاب الكردستانية ليست خلاف عميقة ولما اختلافات خلافارة والنقطة الأساسية هي منصب رئاسة الجمهورية هو النقطة الأساسية للاختلاف فهذه أثرت سلبا على اتفاق الأحزاب في إقليم كردستان على مسألة سن قانون جديد للانتخابات وتأسيس مفوضية جديدة وتحديد موعد وإجراء الانتخابات بعد ما حدث في بغداد بعد إجراء الانتخابات الأخيرة والانسداد الانتخابي أيضا ومسألة الرئاسة الجمهورية عكس سلبا على وضع أقليم كردستان ولكن بالنهاية لا حل أمام الأحزاب الكردية سوى الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف سواء بسن قانون وسواء بتأسيس مفوضية جديدة وسواء بآلية القانون الانتخابات سوف يكون دوائر متعددة دائرة هذا القانون كل هذه الأمور نعم سيد عماد يعني يبدو أن هناك اتفاق حسب ما سمعنا على إبقاء القانون المعمول به في الإقليم على حاله ما هي أبرز النقاط الخلافية التي أثيرت حوله والتي دعت إلى مراجعته وعقد جلسات من أجله ذكرت لك أن اختلاف الكرد في بغداد خاصة حزبين رئيسيين في بغداد على منصب رئيسيين انعكسها سلبا وهناك أحزاب تريد أن تغير عدد الدوائر وهناك أحزاب متشبثة بنفس القانون القديم كل الأحوال قانونيا ودستوريا يجب سن قانون جديد ولكن كيف تكون آلية هذه القانون وكم دائرة سوف تكون لذلك هذه كانت نقطة سلبية بالنسبة للتجاهز كردستان وأغلب الأحزاب الكردية ترى أن نتفق في أربيل ونختلف في بغداد خير للكل أن نختلف في أربيل وبغداد لحد الآن لم يصل الحزبين رئيسيين إلى اتفاق رسمي بشأن رئيس الجمهورية وهذا الذي عقد المشهد رغم أن إصرار المجتمع الدولي على توحيد الصف البيت الكردي وإنهاء المشاكل وإجراء الانتخابات في موعدها لأن إقليم كردستان يلعب دورا مهما في المنطقة وفي التوازن السياسي الداخلي بالعلاق والإقليمي ومن ناحية العلاقات الدولية لذلك نرى أن مماثلة الأمم المتحدة السيدة بلاس خارت أكثر من مرة تجتمع بالأحزاب وتريد إجراء الانتخابات في موعده وحتى تأجل أشهرا قليلا بعد موعده الأساسي لا ضير ولكن المهم أنه نهاية هذا العام أو بداية العام الجديد أنه تجرى انتخابات لأن إقليم كردستان أصبحت الواحة الخضراء في وسط الصحراء وكل عيون العالم على إقليم كردستان ونقطة حل المشاكل في بغداد والعراق تبدأ من كردستان كما عهدنا دائما لذلك نتمنى على كل الكتل السياسية أن يضعوا أولا بعين اعتبارهم في نظر الاعتبار أن مصلحة المواطن الكردستاني ومصلحة المواطن العراقي واستقرار المنطقة والأمن وكل هذه الأمور وذهاب نحو حل يرضي كل الأطراف طيب قبل أن أسألك عن ملف النفط ورفع الدعوة تغريدة الصدر اليوم يبدو أنها قلبت المشهد بشكل كبير خاصة أنه دعا إلى حل البرلمان يعني من المفترض أن الكتل الآن بشكل عام ومن ضمنها الكتل الكردية الآن تتباحث هذه المسألة هل من تسريبات هل من أي أخبار من جانب هذه الكتل الكردية هل ستقف مع الصدر هل ستعارضه في حل البرلمان باختصار من أجل الوقت حتى أسألك سؤال النفط الكتل الكردستانية ليست ضليعة ولا مسؤولة عن الإقسامات الموجودة والاختلاف الموجود داخل بيت السياسي الشيعي الذي بات واضحا لدى الكل ولكن اختلافهم على نقطة رئاسي الجمهورية عقد المشهد عفوا عقد المشهد لذلك كل الأحزاب الكردستانية تدعو إلى تهديئة الوضع كما ذكرت لك استقرار العراق من استقرار كردستان والعمق الاستراتيجي لإقليم كردستان هو بغداد بدون أدنى شك وليس من مصلحة أحد أن يصبح هناك استدامات أو الانزلاقات إلى استدامات ولكن كما ذكرت ما جاء في التغليداء قام نصحة سيد صدر بعادة بضاعة الإطارين لهم عندما طالب القضاء أن يكون على قدر المسؤولية لماذا؟ لأن بعد تصديق النتائج للانتخابات العملية السياسية كانت تجري بسلاسة وبانسيابية في العراق إلا أن المحكمة الانتحادية عفوا عندما أصدرت جملة أو حزمة من القرارات التعصفية المتحيزة أوقفت العملية السياسية ووصلت العملية السياسية إلى انسداد تام وأول قرار كان بشأن لصابة الثلاثين وهذا كان سيد عماد ربما انجر على باقي المواضيع ضمنها النفط اليوم وزارة النفط تروم برفع دعوة قضائية على الشركات داخل إقليم كردستان والتي لم تلتزم بالقرار ولم تنسحن ومنها شركة روسية وكذلك شركة دانا غاز ما الذي سيفعله الإقليم حيال ذلك؟ يعني من المؤسف دولة مثل العراق اعتمادها الاقتصادي على النفط 96% لا تملك قانون نفط وغاز منذ 2005 إلى حد الآن وفي حين في 2007 شرع إقليم كردستان برلمان إقليم كردستان قانون النفط والغاز فقاموا من ضمن هذه القرارات التعسفية هو إبطال قانون نفط وغاز لذلك يضغطون على إقليم كردستان تارة بالقضاء تارة بهذه القوانين الشركات التي أتت إلى إقليم كردستان وانتجت وعملت أي عقل شركات رصينة عالمية لا تمتلك فريق من الخبراء القانونين ولم يقوموا بعادة قراءة الدستور العراقي الدستور واضح وضوح الشمس إحيال صلاحيات الإقليم وصلاحيات الحكومة الانتحادية بالنسبة للحقول القديمة والمستكشفة جديدا وهذه كلها أمور واضحة الشركات الأجنبية رصينة لا تأتي وتجازف بمليارات وملايين دولارات لكي يقوم وزير في الحكومة الانتحادية أو المحكمة الانتحادية بإبطال هذا القانون المحلل السياسي والكاتب عماد باجلان شكرا جزيلا نضمامك إلينا